بيتبقى موجودة في الحتة دي فبتبقى بارزة في الليفت اتريم ودي بسرومبوجينيك ده بقى ميزته انو ناحية الليفت اتريم ما فيش هب وبالتالي ده بيبقى ليست ثرومبوجينيستي واحنا صبعا بنهتم بسرومبوجينيستي اكتر في الليفت صايد عشان السيستيميك امبوليزم لان كده كده هيبقى لازم في هب فين؟ في الناحيى اليمن مكان الكابول انما الفكرة انه مايبقاش فيه في الليفت ويمكن الحالات اللي الدكتور خالد عرضها من شوية كان اشتغل بها اكتر من كيس كان فيها البيوتوم ديليفري ده زي ما حدقكم شايفين كده انه مش سكرو فيه نوعين فيه نوع اللي هو سكرو زي الامبلادزر وفيه نوع اللي هو زي خطاف كده بيمسك في الكورة دي وبعد كده يدخل جوه الحتة المعدن دي فلما نحب نريليز مجرد بس نطلع الخطاف اللي بره يجي سايب فدي ميكانيزم يسموها فليكس لانها بتخلي بقى الديفايس ممكن يتني مين وشمال كده من غير ما يسيب ودي بتدي فليكسبيلتي اكتر زي ما شفنا الانديكيشن خلاص انا هعد عليها لان دكتور خالد قال الانديكيشن دي رسمة انا عملها كده للتخيل بتاع الديفاكت وعلاقته بالستراكشورز وعلاقته بالإيكو كارديوكرافي لو ركزنا بقى مع بعض كده ادي الهارت وده الاسطرة المفروض بتاعتنا بتعدي من الانفيرو فينا كيفا وبعدين تدخل جوه الديفاكت وبعدين بنعديها تطلع بره الكاردياك شادو ليه بقى اطلع بره عشان ادخل في البلموني ريفين اتأكد ان انا كده ايه خلاص انا عديت الديفاكت طبعا الترانس اصف جيال جايدنس بيوريني بردو ان انا معادي ديفاكت طيب هنلاحظ بقى ان لو ان ده الانتر ايطر سيبتم فهو في ريم هنا ليه علاقة مين بالايفي فالفز وفي ريم هنا ليه علاقة بالاورطة ما ده الاورطة فريترو اورتك ريم وفي ريم هنا هتبقى ليه علاقة مين بالايفي سي وريم هنا بالاس في سي وهنا دي فاتحة الكورونا ريساينس فممكن اقول ان كمان عندي كورونا ريساينس ريم وعندي بقى قدام كل واحدة من دول هنلاقي في الجهة المقابلة لها الديفايس بيبقى شكله كده لما يبقى ريليزد ليه ويست وده الرقم اللي احنا بنختار عليه اللي هو المفروض ان الويست ده يبقى فين في الديفاكت هنا وعندنا ليفت اتريل ديسك وريت اتريل ديسك ده اللي كنتم بقوله لكم اللي هو ان في هب فين في الليفت اتريل ديسك انما في الاقليو تيك مش موجود. المسافة زي ما كنتكم خالذ قال برضو ان الحد temasako تبقى حوالي 7 ملي حوالي في الديفايس اللي هي 14 ملي اكثر من الويست. يعني لو ان ده الويست طالع 20 يق� ugly. فيها هيبقى 14 ملي اكثر منه والا 14 يقسموا سبع هنا وسبع هنا. وبالتالي هذا هيبقى 7 ملي كده. اذا ن אם اضلت المعلومrió في الديفاكت هايطلع لورا سبعة ميلي. يبقى كلاسيكال تيتشينج ان انا ما عايز كل الرمز سبعة ميلي. طيب بس احنا اسمعنا من شوية دلوقتي اربعة ميلي. واسمعنا خمسة ميلي. هي الحكاية فين? القصة ان في بداية الليرنين كيرف لو انا لسه بركب ديفايس من الاول حافظ على ان سبعة ميلي طيب كل ما الليرنين كيرف يزيد بتبتدي تستغنع ايه تتنزل شوية. دول خلاص مش مشكلة ستة ميلي. مش مشكلة خمسة ميلي. بس اوعى يبقى اقل من سبعة ميلي في الايفي فالف ريم والايفي سي ريم. لان دول اكتر ريمز لو انت قللت عن كده بيحصل امبوليزاشن. او يحصل انكروتشمت على الايفي فالف. وبالتالي بقى قعدنا نقول خلاص وصلنا الخمسة ميلي. بس إلا مين? الاتنين دول. وصلنا الاربعة ميلي. ايه فين بقى وصلنا الزيرو ميلي. فين? في ريترو اورتك. بقى ممكن عادي في الريترو اورتك. قلت لي. طب مع ريترو اورتك. ده دكتور خدد لسه قيل ان التو ديسك دول لو خبطوا بقى في الاورتك ممكن يعملوا ما هو قال لك انت ممكن توفرسايز فتيجي فتحين كده على الاورتك. فلما يفتحوا كده يبقوا هاجينج الاورتك. مش بنتريتنج الول. وبالتالي بيخبطون من الجنب بس. فساعتها الانسدنس بيقل جدا. ولقوا ان اكتر انسدنس للبرفوريشن هو مين? لما يتكون التبس بتاعت الليفت اتريال ديسك خبطة في الاورتك كده على طول. طيب. لما هبص بالايكو. ده الابيك الفورت شامبر فيو. واخدين بالكم. انا من هنا بقى ببص من عند الابيكس. قطع كده. فبقطع ريت فنكل وريفت فنكل. وفي الصناعة بعد كده عن ذلك هادة. بعد كده عندي واحدة هنا. اللي DanaETE تسميها هي posterior أو anterior؟ هي posterior. طب posterior superior or inferior؟ هي superior. وبالتالي اسمها post superior rim. هو دائماً بنتلغبط. أنا في بداية التعليم. لما كنت بقى مستغرب جداً يقول لي ده post superior rim صغير. أنا عاعد أفكر مين هي post superior rim؟ بس هي بعد ما ما تخيلتها بقى. لا فهمت إنه A-V-V-Rim هيبقى قدامها post superior rim زي ما إحنا شايفين وهو ده ال defect. طيب لو أنا بصيت في ال view الثاني اللي هو short access view. ببص من فوق. وأنا ببص من فوق. أول حاجة أخبط فيها هنا. هيبقى عندي في النسك. طبعاً بعد ال R-V-O-T. هيبقى عندي هنا مين؟ الأورطة. هذه الأورطة هو. وبعدين في ريم كده. هسميها retro-awortic rim. بعد كده عندي defect. بعد كده عندي ريم تانية هنا. هي posterior. بس ما لها inferior. لو دحت غير ال post superior. فبقى دي اسمها post superior rim. طيب. لو أنا بقى بصيت sub-costal view من تحت. هخبط في الليفر الأول طبعاً. لأن أنا جايب من بطن العيان. وبعدين هدخل على IVC. وبعد كده ريم. وبعد كده defect. وبعد كده SVC ريم. وبعد كده SVC نفسه. اللي هو ال view ده. أول حاجة من هنا ده مين؟ الليفر. وبعدين عندنا دي IVC دخلته. وبعدين دي الريم بتاعته. وهدي defect. وهدي ايه؟ ال SVC ريم. وده ال SVC. الغلطة بقى اللي ناخد بالنا منها. إنه ده. ده استيكيان فالف. اللي هو بيجارد فتحة IVC. لما بيبقى طويل شوية. ودي تبقى قصيرة شوية. ممكن الأوبريتور يتلخبط ويقيس ال defect كده. طيب معلش أفرق ما بينهم ازاي؟ ببساطة فكر كأنك interventionist. وهتقفل ال defect. لو انت قفلت كده. خليت ال IVC فتح فين؟ في lift e-trim. ما هوش صح. IVC بيفتح في write e-trim. وبالتانية دايماً لما هتيجي تقفل. بتقفل بطريقة خلي ال IVC فتح فين؟ في write e-trim. يبقى عمرك مهات SD. هات SD. وشفنا كتير بقى يا إما هي أوفرسايز. يا إما هي أندرسايز. على حسب ال ES. لو اسمع الاستيكين فالف. غير بقى إن شفنا الناس أصلاً بيحاولوا يمسكوا الهاتف فين؟ في الاستيكين فالف. خلاص قوة طعم دي كارسة بقى إنك كده خليت السيستيميك فين رايح. وهو من رحمة ربنا إنها صعبة تحصل. يعني حتى لو حاولت تعملها بتبقى صعبة جداً. بس شفنا منا حالات. خلاص؟ طيب. يبقى ساعتها بقى هسمي دي ال IVC ريم ودي ليه ال SVC ريم. كده إحنا لفينا six frames. قلنا ال contra indication مع دكتور خالد. يعني البرزنة من التراكاردياك ثرومباي. طبعاً أنت ممكن تتأمبوليز. أكثر من مدرات ميتر رجرشتيشن. بنفس الفكرة. ميتر رجرش. هيعمل في اللفت اتريم. هيدلويدو. فضوبك أصلاً الاسد كتبتنفس على اللفت اتريم. فأول ما تفعلها يحصل صادن إليفاشن. صادن إليفاشن. اللفت اتريم. يحصل بالمونري. إديما على طول. فبكومنتد ألرجي للأسبرين أو كروبيت جريل. لماذا؟ عشان احنا أصلاً بنتدي أسبرين في أول ستة شهور. طبعاً قبل ما يبقى ما عندنا بيرليك أو عندنا تايكا جريلور. ممكن ندي تايكا جريلور. فالسرومبو سيتوبيني عشان برضو الانتي بليتليس والسيبسيس طبعاً عشان ما يحصلش إنفكشن. طبعاً حضراتكم عارفين إن وجود انتراكاردياك ديفايس ده ريسك فاكتور للإنفكتف اندوكارديتس في أول ستة شهور. عشان كلا برضو واحدة من الحاجات اللي بننساها هنا بقول للأسطارة ده كليم بروسيدير. هو كليم بروسيدير بس انت تدي انتي بايوتك بروفيلاكسيز للعينين هيركيبوا ديفايس. طيب. طبعاً عدينا على الريمز خلاص كليمنا عليها وشوفنا الصور بتاعتها. الامبلنتيشن بروسيدير بقى. بنبتدي بجانرال انستيزيا ليه طيب مش لوكل بس في الفامورال ويحنا دخلين فامورال وخلاص. احنا حاجة من اتنين لو هو طفل صغير هيتحرك منك. هتعرف تجيبه سبكوستل. ولو هو كبير لازم عندك ايه؟ ويبقى لازم يبقى العيان نايم. فعشان كده احنا بنشغل اندر جينرال انستيزيا. وندي لوكل انجواني الانستيزيا دي بقى الرحمون يا رحمهم الله. طب هو انت اصلا مديله انستيزيا. عشان لما يفوق بعد ما تاخدوا الغرزة بتاعت قفلة المكان البنكشور ما يحسش بالبقى. طيب. احنا بنشتغل على الفيناس سايد وحتى المية بتكفي ارتيريال سايد. طيب. سوبر ستيف واير متين وستين سانتي. جايد واير ثرو مالتي بيربوس كاثيثر. عشان نوديها للليفت أبر بلموناري فين. يبقى احنا داخلين منين؟ الفيمور الفين. وبعد كده رايت اتريم. والمالتي بيربوس هتوجهنا عشان ندخل الديفاكت. ونعدي للنطلع برا كاردياك شادو. عشان نطمن انا دخلت في الأبر بلموناري فين. طبعا مش شرط ده بس ده الكلاسيك. لانه ده هيبقى انلاين مع الايه الزيزة ما هنشوف دلوقتي. وبعد كده لما تسيكيور الواير فوق في الفين في الافت ابر بلموناري فين. اسحب الشيس. فهمتوا ليه بقى احنا اخترنا سلك كبير طويل. عشان اكس تشينج لانه هسحب سوري اللي هسحب المالتي بيربوس. وهدخل بعد كده لايه؟ الشيس. طيب. بعد كده ندخل بقى الشيس وبعد كده نسحب الواير وندخل الديفايس. ادي الخطوة الاولية طبعا ده تتراسق الصف جيل الايكو. ادي هنا عندنا الشيس معد يطلع بره الكاردياك شادو خالص. وداخل في الرفت ابر بالموناري فين. وبعدين احنا هنا دخلين بالشيس والديليتور. هتلاحظوا ان طبعا ديليتور مدبب. اول ما بتدخل جوه الليفت ايتريم. ما تدخلش بالديليتور جوه الفين. اقف بالديليتور في الكاردياك شادو برا جوه هنا. وثبت كل حاجة وزق امين. زق الشيس. خلاص? عشان ما يحصلش. الشيس موجود. سحبت الواير هتدخل بعد كده بالايه؟ بالديفايس بعد ما تعمل له لودينج. دخل الديفايس هتريليز مش بتزق. انت بتريليز وانت بتسحب. يمكن دكتور احمد حضر معنا ووركشوب في بنسويف. كنا عملناه على كاوز هارت برا. وبعد كده دخلنا اشتغلنا حالتين. فالمفروض ان احنا بنسبت الديفايس ونسحب الايه؟ نسحب الشيس. فهيجي طالع على اللفت اتريال ديسك زي الامبريلا. وبعد كده نسحب كل السيستم لغاية لما نعشق على الايه؟ على الانتر اتريال سيبتم. بعدين نريليز الريت اتريال ديسك بنفس الطريقة. انت بتمنتين تنشن وبتسحب الشيس فالديسك بيطلع. وبعدين يبقى هو مسك السيبتم بالشكل ده. بتاخد L-O-Cranial View علشان تشوف لان واحدة من العلامات ان انت مش مسك السيبتم كويس. انك تلاقي الاثنين دول لازقين في بعض من ناحية. وبعد عن بعض من ناحية الثانية. لو لاتوا مزقين في بعض يبقى مفيش سيبتم بين. يمكن الاثنين مفتوحين جوه اللفت اتريال. وبالتالي بمجرد ما تفرح بشكله الحلو ده. وتجي عامل ريليز تلاقيه بقى ايه؟ امبولايز. وبعد كده تفكوا بقى. ادي هنا مثلا زي ما حالكم شايفين الترانس اتريال ايكو. وهدي اللفت اتريال ديسك. واحنا سحبنا كل السيستم. وبعدين هنبتدي نسحب الشيس. واحنا على كل السيستم. ابتدى طبعا موضح ان فيه تنشن ليه؟ لان دي بقيت مصحوبة. وبعد كده. بعد ما بنطلع راية اتريال ديسك. بنزق الكابل شوية لجوه. علشان نشوفه. وبعد كده نعمل ونيجي تلعين. ده بقى اللي هو فيه الهوك. غير الاسكرو. طبعا الريز بيبقى اسهل. وزي ما تشايفين هو فيه هاب واحد. يعني الناس داخلين تحانات ام دي. وعايز يحدد كمان الديفايس. هو الديفايس الوحيد اللي ما لهوش هاب من ناحية التانية. اللي هو الاكليوتك. طيب. ده الامبلنتيشن بروسيديور. بعد كده قدي ده شكله في الساب كوستال بيو. بس مش باي كابل. شايفين هنا لتو ديسك وما فيش اي فلو. طيب. بعض الوقت بقى. وانا بسحب كده. أجي بسحب الديفايس. ألاقيه سليبت. مع اني مختارد يعني ويست كويس. بس ألاقي الديفايس سليبت. ليه؟ لانه معاوج. فبيدخل بالديسك مش بيدخل بالويست. فييجي سليبت ويجي طالع. فساعتنا بقى احنا عايزين نثبت ونريليز الريت اتريل ديسك الاول. طيب برضو من الاسئلة للناس اللي بتشتغل. هل انا ممكن نريليز الريت اتريل ديسك قبل ما ريليز الريت اتريل ديسك؟ طيب المفروض محطوطين كده. المفروض ان انا اول ما زوق مين يطلع الاول. طيب ازاي بقى اركب الريت اتريل ديسك قبل الريت اتريل ديسك. كده. انا دخلت جوه البلمونة ريفين. صح؟ بالشيث. ادخل الريت اتريل ديسك جوه البلمونة ريفين. واسيبه جوه. واسحب الشيث. كده الريت اتريل ديسك شاكل عامل ازاي ليه كده؟ لانه محبوظ فين؟ في البلمونة ريفين. واسحب جامد جامد لغاية لما اريليز مين الاول؟ الريت اتريل ديسك الاول يمسك في السبتم. وبعدين باجي شادة خفيفة كده يجي منطور منين؟ من هنا ويمسك. ساعتها هيمسك كويس. يبقى واحدة من التريكس اللي بنعملها لما يكون الديبايس بيسليب بالرقبنا لما اختار سايز كويس. وساعات بقى طبعا في بداية الليرنين كيرف ممكن اختارت السايز وبعد كده تقول يا ريتني اختارت اللي جبر منه. طب بعدين الديبايس تامنه غالي. فانا فتحناك غلاص. هنفتح واحد تانية هتفعل اللي موجود. فبنبتدي بقى لي اعمل حاجات تخليه ما يعملش سليبنج. وهي واحدة من الحاجات ان انت تنسيرت في الريفت أبر بالمونري فين. التانية بقى انك تنسيرت في الريفت أبر بالمونري فين بردو. اللي هو الناحية التانية بقى. وده خاصة لو ان الاس في سي ريم قصيرة. لما الاس في سي ريم تعرفين طبعا الريفت أبر بالمونري فين. هو وارا الاس في سي ريم على طول. فلو هي قصيرة مش هتعرف تمسك فيها غير لما تخلي الديبايس. فيكسد الناحية دي. وتريلز مين بردو الاول. الريفت أتريل ديسك. وعكاية تيجي شادة شادة كلفة تيجي ماسك. ممكن الديبايس والريت كوروناري جايدين كاثر. يعني ايه؟ دي حاجة بقى يعني ممكن دكتور خالد عمل حاجة شبهها من كم يوم في الحالة اللي هي البيجنانت دي. انه الديبايس عمل بيسليب كل شوية. فتيجي دخل انت من الناحية التانية. الفيمرال فين. وتدخل بيكتيل. مثلا. تدخلها تعديها فين؟ في الديفاكت. وبالتالي كلما الديبايس يكون هيتزحلق ويدخل جوة الاتريم. الريت اتريم. دي مايه؟ تمنعه. فانت كأنك عدلته. هو مشكلتنا كلها. ان الديبايس يعدي بالمقلوب. زي كده. دعيني نشوف شكل. هنا مثلا زي ما حدلكم شايفين. ادي الديبايس. وبعدين كلما يجي اسحبه. قالقيه ايه؟ يسليب من الحتة دي. فانا عايز اثبته في الحتة دي. هو طالع معاوب كده. لانه غصبا عننا الشيس لما باجي اسحبه بيبص الفوق وبالتالي بيتزحلق. طيب نعمل ايه؟ واحدة من الحاجات ان احنا هندخل بيكتيل في الحتة دي. وبالتالي تمنع انه ايه؟ يسليب. او تدخل الديليتور نفسه تعال الشيس. عشان خاطر ما يحصرش سليبنج. او انك تدخل سلك وتدخل عليه بلون. اسمه بلون اسيستد وتنفخ البلونة. اي حاجة تمنع انه يعد من الحتة الديفكتف دي. لغاية لما ييجي ويمسك في الديسكو نعمل ريليز. طيب دي طريقة. في طريقة تانية؟ ايو في طريقة تانية. طريقة يعني ممكن خطيرة شوية بس عملناها قبل كده. هو ان انت تجيب الشيس وتيجي قصه بالطريقة دي. هتقصه كده. وطبعا تقايف الحتة اللي فوق عشان ما تبقاش تروماتيك. وساعتها بقت الفتحة مش اندهول بقت كانها صايدهول. فلما ييجي يطلع الديبايس. هيتطلع ايه؟ من الجنب. وبالتالي انت بتصحابه هيبقى بقى بقى بربنديكلر. او موازي لسوري للإيه؟ للإترال ديسكو. وبالتالي ما يحصلش سليبنج. طيب بعد ما عملنا ريليز وتطمننا. نيجي بقى طبعا ممكن نعمل كومبريشن وخلاص. بس واحدا الحاجات اللي هي الكويسة جدا اللي بتقلل بليدينج. هو اللي انت تعمل فيجر اوف ايت. فيجر اوف ايت قصتها ببساطة. ادي البنفسيجي ده الفين. ودي ده الشيس اللي كان جوه الفين. فانا بدخل بالسكن بالإبرة. وبعدين هدخل جوه الفين. مش من تحت الفين. انا بدخل جوه الفين. طبعا انا عارف ازاي انا دخلت جوه الفين يعني. انا وانا داخل بقى بدخل الإبرة. اخليها تخبط في الشيس. ابقى انا كده متطمن مدام خبطت في الشيس. يبقى انا جوه الفين. وبعدين اجي اخليها تحك في الشيس. يعني انا بدخلها كده. احس انها ايه بتحك فيها عشان اعدي جوه هنا. واجي طالع من ناحية دي. كده انا دلوقتي. لو انا اخدت غرزة فوق. انا مقفلتش الفين. ليه? لان الحتة اللي راحتي دي مالها مفتوحة. وبعدين يبقى انا دخلت من هنا كده. زي ما انتشوفين لو ان الاصفر ده السكن. وبعدين اخد دي. ادخل بقى في السكن عادي. بالقبرة بعد ما طلعتها ادخل من هنا. سبكتينيس بقى مليش دعو بالفين خالص. ادخل سبكتينيس من غير ما اجيب الفين. واطلع هنا. وبعدين اخد دي بقى مع دي. ساعتها تبديديني الفيجر. بالشكل ده. يبقى انا دخلت كده. واطلعت. كنت جوه الفين. وبعدين طلعت من هنا. دخلت سبكتينيس من هنا وهنا. هيطلع لي ده. وده. اربطهم في بعض. بقي عامل زي ايه? ايد. هنا انت قفلت الانتيري رول. وبالمناسبة مفيش نقطة بلاط بتطلع بالطريقة دي. وبعد ساعتين تيجي فكك الغرزة. وخلاص كده. ده ممكن نعملها حتى في العينين البالون ميترال. طبعا يفضل ان انت تعمل بعدها. عشان تشوف اذا كان في نيومو ثوراكس. اذا كان في دي بايس ايمبولايز. او حاجة. وان كان كده كده ممكن تجيبه بالإيكو. الترانس. سوراسك إيكو بفور دستشارج. ونتابعه شهر وثلاث شهور وست شهور. بص بروسيدير. بندي أسبرين من اثنين لخمسة ميلي جرام بير كيجي. لخمسة ميلي جدا. لو الديفايس كان أكبر من ثلاثين. يفضل انك تدي كمان كل بيدو جريل. مع الأسبرين. دي هو الانتي بليتليت إلا. لو كان كونتراكس. طبعا الكمليكيشن ممكن يحصل الديفايس ايمبولايزيشن. الرزميا. ممكن ثرومبو ايمبوليك. وانفكشن. لو هو نيكل ألرجي ممكن يحصل. وساعتنا اضطرنا يدخل جراحة. عشانه بس عنده نيكل ألرجي ممكناش نعرف. لانه زي ما قلنا هو كوبلت. هو نيكل في منهم المعمول بالكوبلت نيكل ألوي. وديفايس إيروجين طبعا. دي 24 سنة في ميل. كان الاسد بتاعها 38 ميلي. لكيبة جهاز 40 ميلي. كما تروني. في ميل الجهاز الآن. في البلموني. ماهي؟ جراحة. وطلعت المستخدمين. وقفلت المستخدمين. لكن حصل أكثر من مرة. وندخلنا دكتور خالد. باللسينير. 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 ونقوم ننشن لغاية لما ايه. نجيب الاسد. يمكن عندنا يعني أنا مع دكتور خالد. يمكن بتاعها 4 أو 5 حالات. هو ممكن يبقى طبعا. خبرته أكبر مني. ده. هنا الاسد. في الاسد. يعني هذا الاسد. عند الاسد. ودخل الاسد. وبيلعب ما بين الاسد. اتري مورايد فينتك. يعني ده في الليه. وهنا هو باين جدا طبعا في الابيك الفور. طبعا. آه. خبز في الترايكاس بتبعلم. فدي واحدة برضو من الكمبيكيشن. يتبقى لينا حاجة واحدة إن شاء الله. هو الجزء اللي قال له. بكتور خالد على الفينستريشن. يعني إلستريتي في كيس بس. ونبقى إن شاء الله خلصنا ونسمع يعني الأسئلة. بكتور خالد على الفينستريشن. دلوقتي إحنا عندنا فينستريتد كيس. زي السويس شيس كده. طيب نقفل ولا نقفلش سيرجيكل ولا بيركوتينيس. نسأل نفسنا الأسئلة الآتية. رقم واحدة. هل سينجل ديفايس ولا ملتيبل ديفايس؟ أريد أن أعرف هل أحتاج كذا ديفايس ولا ديفايس واحد؟ رقم واحد. لو هو سينجل ديفايس. أقفل مين فيهم؟ الكبير ولا الصغير؟ المتطرف؟ الأنتيرير ولا البوستيرير؟ هذا سؤال. سؤال الثاني تكنيك فور فينستريت دي. هستخدم أي تكنيك؟ دكتور خالد قال لنا أربعة تكنيك. ماهي عن الريزيديول؟ ماذا لو أنا قفلت مثلا بقى الريزيديول؟ هل مقبول أن أنا يفضل الريزيديول؟ ما هل تدلوقتي قلت ملتيبل ديفايس؟ لو ملتيبل ديفايس. استجد ولا وان سيشن؟ أقفل واحد والتاني مثلا بعد سيشن ثانية ولا الاثنين في نفس السيشن؟ طيب، ويتشون تكلوس فرست؟ لو أنا هقفل الاثنين بثو ديفايس أقفل مين الأول؟ طيب، سيملتنيس ولا سيكوينشيل؟ لو هما في نفس السيشن، أخلص واحد وعكي أقفل الثاني؟ طيب، فينس أكسس، هأخد هاركب اتنين ديفايس هل هو سينجل فينس أكسس؟ ولا ملتيبل فينس أكسس؟ ده مهم. رقم واحد لإنديكيشن فور كلوجر، حضرتكم معي؟ طيب، هل هو فوليوم أفرلود ولا تي آي اي؟ لو هو تي آي اي؟ في الحقيقة أنا محتاج أقفل كل الديفاكس، لأنه هو جالو تي آي اي، ده حدث كبير، إنما لو هو فوليوم أفرلود، خلاص ما هو زي ما دكتور خالد قال من شوية، لو هو كان 34 ميلي، أنا خلته أربعة ميلي، خلاص أنا شلت الفوليوم أفرلود، لأن باي ديفينيشن، الاس دي اللي تستحق نحن نعرف لها خمسة ميلي، فما أكتر، فإذا أنا خلتها أقل من خمسة ميلي، خلاص أنا شلت الفوليوم أفرلود، فلو إن الانديكيشن فقط فوليوم أفرلود، أنا ما عنديش مالة أن أنا أقفلها ويتبقى رزيديول، إنما لو تي آي اي اي اي، أنا عايز أقفل كله، رقم اتنين، The size of the smaller defect. لو the smaller defect أقل من خمسة ميلي، خلاص هو مش مهم بالنسبة لي، طالما أنا بتكلم على فوليوم أفرلود، إنما لو the smaller defect أكتر من خمسة ميلي، هو شو بي كلوزد هو كمان، طيب، رقم ثلاثة، A distance between the defects. أكتر منه ولا يساوي سبعة ميلي، ليه زي ما قلنا؟ لأن الحتة دي بتبقى سبعة ميلي في أقل ديبايس، لأننا قلنا أن lift-Ater disk أكبر من الwaist بكام؟ 14 أو 15 أو 16، فلو هو أقل ديبايس، هيبقى فيه سبعة ميلي أكتر، فساعتها، لو أنا حطيت الديبايس كده، هيبقى فيه، لو المسافة ما بينهم، أكتر من سبعة ميلي، يبقى ممكن مش هيتغطى كله، طيب، ثاني حاجة بقى برضو، الـ shape، هل هو fenestrated separated by bands، ولا هم كذا ASD بعيد عن بعض؟ لو هو fenestrated separated by bands، أنا بدخل بالsilk، بالواير بتاعي، بس هتحطه فين؟ The most central one، إنما لو أنا حطيته في دي، هجيبي الديبايس هنا كده، وهيبقى سايب دول، يبقى أنت بتدخل في أكتر واحدة central، وبعدين بتشوف بقى، بتختار size بتاعه على حسب الديامتر، هو يبعد هنا قد دي، وبعدين بتشوف من الشلف اللي عندك، فيه كام ديبايس، مين فيهم اللي fitting، فعرفت الديبايس اللي هيبقى fitting، قرره تيجي من داخل بي، لما سنتره كده، وهو أصلاً بالوست بتاعه رفاية، هيغطي كل اللي ايه؟ طيب، ممكن، يبقى فيه طريقة تانية، ودكتور خياد قالها من شوية، لأنك تدخل كده، وتيجي داخل ببلونة، فتيجي نفخها، فتعمل إيه؟ تقطع السبتة دول، كده حاولتهم ليه؟ لديبايس، لديفاكت واحد، وخد بقى، عادي ديبايس عادي، وتيجي قفله في النص، وخلاص كده، طيب، الحتة اللي كان دكتور أحمد بيسأل عليها من شوية بعد، تقطع السمواطفة، طبعا، من المتوقع fitting that wa there is have两 أول كيس private أنا شاكلين في الجامعة كويس قويigh واحدين، فركبتها وخلصنا وبقت زي الفل وبعدين بيفوقوها بقى أكيوت بلمونر إديما ليه ما كناش محضرينها بايه بديوريتكس العينين دول ياخدوا اكسنسف دوزز بديوريتكس خليهم السيفي بي بتاعهم انت مش هتركب سيفي بي عشان كله بس كما لو كنت انت بتنشفها خالص ده لو ان احنا لازم ايه نقفل الديباس لهو نقفل الاسد لهو انديكيتيت ممكن نعمل زي ما الدكتور قالت من شوية بلون تيستنج ادخل وانا جوا بدخل ببيك تيل في الليفت فانكل او ادخل بهو السوينجانس عشان هيس بالمونر الكايبير التي بعد بريش واشوف اول مقفل الدفاكت هنا ايه حصل المتوقع ان الليفت ايوترال بريش يزيدا هيزيد في inverted Vie as which contains tu authority يعني عشان بيك تيل في الليفت فانكل او احنا اخzt سوينجانس في البالمونر كايبير الرياضِ لقيته عيني قوي؟ عيني كامي يعني خد بالك انه انه عشان يحصل بالمونار اديما محتاج ان البرشور يعلي اكتر من 18 فلو اني لقيت البرشور عالي 18 او 20 في الليفت ايترام لا انت خلاص ما تنفعش انك تقفله لانك هتعمله بالمونار اديما فلازم تدي له ديوريتيكس لغاية لما البرشور ده ينزل فدي واحدة طيب ممكن يبري تريتمت والديوريتيكس ممكن وممكن تسيب 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 ثلاثة اربعة ديوريتيكس انا هقفل واحد كبير قوي واسيب الاثنين الصغيرين كده ما يحصلش برمونار اديما لانك انت سيب له متنفس برضو او انك تستخدم زي ما الدكتور قالت برضو الفينستريت الديفايس بعض الوقت ما متلاقيش فينستريت الديفايس نيجي احنا خرمينه وحطين وير ببلونة برا برا العيان ونيجي موسعين الحتة دي وبلونة خمسة بس تبقى ونيجي موسعين الحتة دي عاملين احنا الايه الهول وبعدين خلاص نيجي زرعين الديفايس طبعا بس في اي حتة في الديسك لازم في الحتة اللي برا اللي بعيدة اللي هي في السبعة ميلي اللي برا لانك انت لو عملتها في الحتة اللي في النصطة ما هتتقفل بالويست انت معانش هاجة فانت لازم تخرمها في اللي ايه في الجزء البريفرال ده ده مثال العيان اتعمل له بالون كانت مفتوحة واول ما قفلنا البالون حاصل رايز جامد لليه للبريشر اللي هو تحت ده الليفت فينتريكلر اندرسوليك بريشر وبالتالي ده وصل الاربعين يعني اكتر من طمانتاشر اكتر من عشرين فعملنا له بري تريتمنت بايه بدايوريتك فالبريشر نزل وبالتالي بقى سهل ان الواحد يقفل لو عايزين فلوت شارت بقى هقول لو عندي اول حاجة لو عندي فنستريتد واشوف هل في ساسبكتد ليفت فينتريكل ديسوليك ديسفنشن ولا لا يعني هل هي اس دي اندر بريشر ولا لو هي اندر بريشر اقفلهم كلهم ولا اقفل واحدة منهم لو هي اندر بريشر لا خلاص سيب واحدة علشان تبقى متنفس علي علشان ما احصدش برمونا قديمة وبالتالي يبقى تختار سنجل ولا مالتوو ديبايس سنجل ديبايس للارجر ديبايس طيب لو هو ما فيش مش اندر بريشر ما فيش ديسوليك ديسفنشن اعمل ايبقى الخطوة التانية هل هي برادوكسك الامبوليزم ولا فوليم اوبرلود لو هي برادوكسك الامبوليزم انا عايز اقفلهم كلهم. نعم لو هي just volume overload خلاص ايه في الكبير قوي وخلاص. نعم لو لو هو ياس يبقى يشود close all وما تسيبش رزيديو. طيب نيجي لو هي مش بارادوكسك الامبوليزم هي volume overload هاي الديستنس ما بين الدفكت الكبير والدفكت التاني اكتر ولا اقل من 7 ميلي هي لو اقل من 7 ميلي ممكن ايه ممكن ديفايس واحد يجبها وبالتالي بتشوف الانترفيني انكتشو لو هو اقل من 7 ميلي خلاص يبقى single device. زي ما الدكتور خالد قال هو فيه طريقتين بيقفل بيهم. الطريقة الاولانية ان الديسك نفسه يجي مغطي الدفكت التانية. الطريقة التانية ان الويست لما لو انت عملته over sizing شوية الويست هيزوق التشو اللي بقيم between ناحية التانية يخليه شكله crescent كده وبالتالي يقفله برضو. طيب ماذا لو كان بقى لا الديستنس اكتر من 7 ميلي يعني من الاخر ما ينفعش ايه? device واحد. طيب اقل من 5 ميلي? لو اقل من 5 ميلي يبقى مش indicated اصلا لوحده انه يتقفل خلاص يبقى ايه? يبقى سيبه يبقى هتتساغل one. طيب لا الكبير الصغير طلع اكتر من 5 ميلي يعني لازم ايه برضو? يتقفل برضو. طيب هتعمل ايه بقى? لو رزيديو الديفكت اكتر من لو هو اقل من 5 ميلي لا. هتقفل الكبير الاول. وتشوف رزيديو الديفكت مع هو ممكن الصغير يصغر لو هو اقل من 5 ميلي خلاص. فلو فضل صغير انتم اخدين بالكم يعني هو الديفكت الصغير 7 ميلي وده 14 قفلت الى 14 فال7 ميلي نزل بقى طالما مش بارادوكسك اليمبوليزم. طيب لا الديفكت الصغير فيدل اكبر من 5 ميلي. لازم يتقفل بقى. هل الديستنس اكتر من هقال من 14 ميلي ولا لا? وهل تقدر تستخدم اخر فينس اكسس ولا لا? لان ساعات مثلا يبقى الفين الفين الناحية التانية مضروب. فيه مشكلة اي حاجة. فمعندكش غير اكسس واحد. معرفش اشتغل الساندويتش بقى. بتاع الدكتور خاند القالها دلوقتي. وبالتالي انا هعملهم سيكوينشل ولا سيملتينيس. سيكوينشل اركب واحد وبعدين التاني. فالفاسكل الادسس مهم. طيب. والله لو دستنس اقل من 14 ميلي. ليه قلت 14 ميلي? عشان الساندويتش يحصل. ما هو عشان يمسكوا في بعض. ده سبع هنا وسبع هنا. فلازم اقلوا اقل من 14 ميلي عشان اقل من 14 ميلي. لا ماشي. يبقى انا هركبها سيكوينشل بقى. مش محتاج توفاسكولار اكسس واركب واحد. ما وكده كده مش هعمل ساندويتش. اركب واحد وبعد كده اركب التاني. طب ليه على احنا حبينا هحبين الساندويتش قوي غير ان احنا جعانين. حبينا ساندويتش ليه. لانه لما بتركب ديفايس. وهتدخل بالتاني. انت عرضا ان الواير التاني يزجق الدفايس الاولاني. وهو لسه أصلا ما حصلش في فرصة اليمبوليزم كبيرة. فانت مش عايز تركب واحد وبعد ما تبقى انت سيبته من ايدك. انك تيجي تدخل تاني تيجي تزقق ومتعرفش تجيبه تاني. فعشان كده دي مش مشكلة. نعمل بقى الساندويتش اللي هو بتدخل الديسك بتاع واحد ديفايس وبعدين تركب التاني وبعدين تريليز بتاع الاخير. فاما تنتهي للشكل ده وده الافضل. اما تنتهي للشكل ده وده الاقل. لان انت في الاخر عملت جاب كبيرة ما بين الليه دي. هنا دي اخر حاجة انا اسف انت قلت عليكم. ده هنا يباني انه هو دفكت واحد. صح? كبير وخلاص. ودي اهمية انك تاخد اكتر من فيو. الله برضو ده فيو تاني بس دفكت واحد. فقسنا طلع اتنين سنتي عشرين. بعدين بنبص هنا بقى لقينا ايه? لا فيه هنا. وفي دفكت تاني هنا. اذا دخلنا. طبعا هنا احنا داخلين على اي فين? الرايت اوبر بلمونري فين. كويس? المهم اعملنا ريليز للاولاني. ظلم مننا انه هو ايه? هيبقى ده يقفل الدفكت التاني لوحده. وان كان الدفكت او هيصغره. ما صغروش. روحنا عملنا القاتي. دي حلقة الشغل نهاية دكتور خاصة انا وحضرتك. من زمان خالص. اه. في الغارب. اه. بعد كده دي اعملنا ريليز الواحد. وبعد كده الديسك التاني هنا. بعدين ندخل بالديسك اللي طلعنا بالديسك ده. واخدين بالكم من هنا عندنا ديسك. وبعدين كده ده. وبعد كده ده. وبعدين نطلع الاخير. هنا بقى اخدتوا بالكم من الساندوش. كان هيبقى ماسك الاتنين مع بعض. لما دوسنا جامد بقى ده جوه هنا. وبقى الكبير ماسك الصغير. وبعدين ده شكله قبل الريليز. يعني فيه دفكت ايه صغيرا كده. بس بعد ما شلنا الكيبلز. اه رايح حسيتنا هو هيجي دلوقتي ده مش عايف مش حسيتش اللي. فده بقى شكلهم فاينالي. واضح لتو ديسك دول مسكين الصغير ده. ومفيش فلو. والحمد لله تقفلت على خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم الله وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني الافضل لو ان احنا معدناش ان هو بقى 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 بقى. انا لابطاق بقى 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 هاتش في اليوم والاجراء. يعني فاة سناً يعني. انا قلنا لو هو scholarship to thrive وانا عندي الاستخدام التي سوف أقفل الاس دي. شكرا على حسب الطائل. في الاطفال الصغيرين ممكن يبقى 10 ملي ممكن يبقى 10 ملي ممكن يبقى 15 ملي بس التوتل اتر السيبتم صغير لسه فممكن يخليني معرفش اقفله طيب والله لو انه هو بقى ينفع يتقفل والفين يأكموديت الشيس خد بالك كل دي بايس ليه شيس معين فمسلا دي بايس 12 ممكن يبقى عايز شيس 9 فرنش لو الفين باعمل دوبليكس الفين يأكموديت 9 فرنش شيس خلاص ادخله وبالتالي انا محكم بايه بالsize of the vein والsize of the defect محمد طبعا يعني very nice cases والحقيقة illustration يمكن كنا لازم ننصق لان في حاجات overlapped وباعد الحقيقة احنا بنصقناش يمكن بس طبعا يعني هو الحقيقة اعادة المعلومة بتعمل more confirmation للحاجات دي في بعض الحاجات الحقيقة الASD انا بشوفها هو ممكن تبقى the simplest لكن the most challenging الPDA انت عندك delineation واضح للsizing الBSD more or less delineation للsizing الASD is always في missing part انت ما مشوفش الSeptum 3D طبعا وجود 3D يمكن دكتور احمد معاود ظهر معانا النهاردة دلوقتي وجود TE guidance الحقيقة وال3D اضاف اكيد طبعا مش طول موجودة في كل الSenters ولازم نبقى ندور على الاهيه اللي موجودة في معظم الSenters اللي نقدر نستخدمها طبعا من ضمن الحقيقة زي ما قلنا ان احنا الشيس زي ما انت قلت بحقيقة انت قلت بحقيقة الأطفال الصغيرين في ساعات بتبقى كبيرة الشيس المشكلة في الشيس in ratio to vein size ويمكن بقولها ليه لان عندي patient الحقيقة خاصة الSPASM وعملت oversizing شوية للشيس عشان ااخد proper sizing of the device مش عارف اطلع بالشيس بعد ما عملنا الشيس stucked جوة vein فقعدنا vascular surgery صح فالمشكلة برضو هو انت مش بس sizing و defect و heart هو انت عندك vascular access فالvascular access not to be missed لان ده مهم الحقيقة عملنا بينا scut down وريحنا شوية ودينا nitroglycerine فكت بعد ساعة ونص بس ان انت جوة vein لانت عارف تدخل ولا عارف تطلع ولا عارف تعمل اي حاجة وتخاف انك تشد الشيس يحصل الابلجين للبين فده معناها ان احنا فيه decisions making تانية فيه interrupted اي في سي ومش هتدخل اي في سي خالص ولا هيبليلك venus access من تحت وهتضطر تدخل جاجلت فبالتالي هو طبعا فيها tips و tricks كتيرة جدا 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 learning curve فيها كبير قوي زي ما قولنا فيه defect simple من اول من اول البنكشور لغتما العين بيطلع وفيه ممكن غمل 3-4 زعاد وانت بتتحول فهو تتعمل معاها زي ما قولنا كل كيس is a challenging case there is no a simple case مشهورك طبعا شكرا دكتور محمد على المحاضرة وشكرا عن كومنت بتاع دكتور خالد وانا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم الحياة السؤال بتاع حضرتك امتى نشتغل زي ما قال الدكتور محمد بس طبعا it's a case by case scenario يعني انا فتكر حالة عندها سنة كان بيجيلها 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 مستشفى ويطلع مستشفى يدخل تاني we have to I think we have to intervene at this age يعني we have to the right side can markedly dilated we have to exclude anomalous pulmonary venous drainage وحنا فالنفسي نصغيره the challenges كتيرا زي ما قال الدكتور خالد ولكن إذا كان feasible for device closure we have to do so مفيش عندنا يعني 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 أنه هو pre-school age لا ممكن نشتغل بادري لو لقينا إن في a high indication شكرا 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 احنا شايفينه بنتعامل مع الحالة ازاي بقى? احنا في الغالب من ده يعني لما نلاقيه ممكن مثلا طوله سبعتاشر ميلي بس في خمسة ميلي في الاول هم وفلمزي كده وما معاملوش سبورت فممكن انت يعمل كله يعمل بعد شوية بيبقى لك نظرا ان انت ممكن ايه? لو هما خمسة ميلي فلمزي انا اعتبر ان اخد منها اتنين ميلي جوال دفاكت كما لو كان جزء فبقى اوبر سايز. شكرا جزيلا وحمدك نشهد الله الانت نصفر كتب وليك.